طيب بسم الله الرحمن الرحيم واليوم ان شاء الله حنتعلم حاجة يديدة ومفيدة ومريحة جدا جدا اللي هي انك تدخل الواتساب عن طريقة اللابتوب او الديسكتوب بتسهل عليك انك لو عندك ملفات عايز تشاركة عن طريقة الواتساب سهل انك من اللابتوب عمل لها سحب واسقاط داخل صفحة الواتساب او رابط بالموقع بتنسخه طوالي تلسقه في صفحة الشخص اللي انت عايز ترسله له مباشرة بدون ما انك ترسله في دورة او في اي شي بترسله بسهولة جدا جدا طيب في خطوتين خطوة في اللابتوب وخطوة في الموبايل الاثنين حان اشرحهم ان شاء الله في الفيديو الصغير ده حان افهمهم الاثنين ان شاء الله اول حي تبطح صفحة جوجل عادية تكتب واتساب ويب واتساب ويب وهنا طوالي تدخل على الواتساب ويب بننتظره بيفتح لنا الصفحة دي الصفحة دي بيظهر عندنا هنا QR اللي هو Code تخليه واقف هنا في الصفحة دي دي كده الخطوة الاولى انتهت خطوة اللابتوب الى هنا فقط نجي نشوف الخطوة الثانية اللي حنعمل في الموبايل الخطوة الثانية في الموبايل بنجي في التطبيقات في تطبيق الواتساب بنفتح التطبيق بنلقى في اقصى يسار الشاشة ثلاثة نقاط عمودية بنعمل عليها كليك بتصهر لنا قائمة مستدلة في القائمة المستدلة الخيار التالت واتساب ويب بنعمل عليه كليك بيفتح معانا الواتساب ويب وبنعمل اسكان ل الكودة اللي في اللابتوب طوالي بيشبك معه وجرد ما شبك معه بنلقى انه خلاص اللابتوب بتحول لنا على الواتساب بتحول على اللابتوب او على الدسكتوب بنتعامل معه التعامل عادي بنشارك فيه اي حاجة وملفات او روابط او اي شي حتى الكتابة والمراسلة العادية حقا الواتساب ممكن نستغل عن طريق اللابتوب والرسائل بتجينها وبنقراها وكذا وكل الحاجات اللي بنمارسها على الموبايل يمكن ممارستها على اللابتوب واتمنى يكون الحطوات واضحة